الغضب خارج البيت بس بيسبب مشاكل جوه البيت يعني حماتها هي المسيطرة وبتضيئها فبالتالي بيحصل مشاكل في البيت هو الحاجة الملفتة جدا ان برضو من اهداف ابليس في الوقت ده ان هو يخلي الغضب جوه البيوت ويكون هو ده السمة السائدة زي ما كان بيقول ان فيه في العادل القديم يقولك البارس في الحطان فدلوقتي البارس اللي في الحطان بتاعت البيوت هي روح الغضب والحاجة اللي الغريبة ان الوصيلة بتقول حب قريبك كنفسك وتكون هدف من اهداف ابليس ان اكتر ناس يخلينا بنسيء اليهم هما الاورايبين وسمعت حضرك في المقدمة بتقولي كده والواحد كتير يعني انا اتلفت كده وانت حضرك بتقولي كده ليه ليه ده بيبقى هدف بنبقى حلوين قوي بره وزرافه لطافه قوي مع الناس بره واول ما ندخل نتحول برضو ليه مش عارفة ليه يعني اولا فكرة ان ده زي ما قلنا ده هدف من اهداف ابليس ان هو يفقد سلام البيوت والهدف التاني الاكبر او الحاجة اللي ترجع لنا احنا لان زي ما تقولي ان الناس اللي في البيت دول هما المضمونين اللي هما قاعدين موجودين نمرة اتنين هما البركة اللي انا ما بحسش بيها هما كمان الناس اللي بتعامل معهم في كتير قوي فمن كتر التعامل هيبقى فيه احتكاك كتير فيبقى فيه مثلا مديات مطلوبة فيبقى فيه ضغوط زي ما هي ما دام بتقول من بره ففيه احاديث كتيرة ففيه تشابكات كتيرة كمان ان هما الناس اللي ستروا وغطى عليها بالفكرة كده وكمان الناس اللي مش مضطرة تجمل قدامهم اللي انها تكشفت هما تكشفوا فانا مش هقدر امثل عليهم ممكن ما يكونش ليا مصلحة برضو خارجية مادية او زي الشغل مثلا او اصحاب او او وكمان هما دول اللي حاسب نحيتهم بمسئولية ان انا لو انا ما عملتش اللي علي نحيتهم مثلا ما قدبتش ولادي فالدنيا هتفلت من ايديا فبيبقى اسوأ فعلا موجات الغضب بتبقى عند القريبين معين ربنا نفسه يقول انا في القريبين بتقدس انا مفروض مع القريبين اكون او مع دراع اليمين في الشغل مثلا مع الناس القريبين فالحتة اللي بتقول عليها علشان اوقف فعلا الغضب ان يدخل بيتي ان انا اسيب افكار الغضب عند الباب وما ادخلش زي ما هي بتقول الا اذا كان طبعا زي ما بتقول حد ناس متدخلة جدا في حياتهم فبقدر الامكان ما نسمحش بالتدخل ده لكن كمان الكتاب المقدس عمل رشدة للبيت ازاي يمشي بدون الغضب اللي هي ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسة شوف محبة المسيح البازيلة للكنيسة فلو هي غضبانة وهو احتواها فخلاص الغضب هيروح يعني الزوج لي دور هنا الزوج لي دور الست ليها دور ايها النساء اغضعنا للرجال يكون فهو كامل الراب فهو دلوقتي داخل الغضبان هي بدل ما بتكون جوه الغضب ده بتزود الغضب هي بتغضع بتغضع في اللحظة دي الخضوع بتاعها بيهدي موجة الغضب ايها الاولاد اطيعوا اباءكم او والديكم ايها الاولاد اطيعوا اولديكم لان هذا حق فالولد لما هيجي يطيع بابا طبعا دي الحتة المفتقدة في بيوتنا جدا فهيبتدي موجة الغضب بتاعت بابا وبرضو ده بنرجع لسؤال كراس فكرة الطاع انا حط نفسي في الطاع دي هتهدي الدنيا ايها الاباء لا تغيزوا اولادكم يعني الروح القدس حط شبكة العلاقات واكتر غيز بنغيزوا لولادنا مش ان احنا اصحى قوم ذاكر اعمل وان كان ده برضو ده غيز بنعمله لكن الاكتر ان انت ما تقدملوش المسيح لما يجبر ويلقى نفسه في الحياة وحده من غير يسوع من غير مخد مفتاح الحياة دي كلها ويلقى نفسه كبر ومعرفش شخص يسوع محبش يسوع محبش الكنيسة دي اكتر غيز ممكن نغيزه لولادنا فالحل ان احنا اذا يعني انا احنا ما دخلناش طبعا في ديتيلز السؤال الاويه اللي بتقوله بس فكرة السلام العائلي يحفظ بان انا وان انا انتبه مش ان دولة انا دول اكتر اكتر ناس قريبين ليه مش العكس ده انا لازم احب قريبي كنفسي بالمعنى الحارفي وطبعا القريبي ممكن بيقى عدوي كمان لكن انا اقصد ان ده ده المعنى الحارفي لان كمان افهم ان ده هدف من اهدف ابليس ومحتاج وسيلة يتكسر بيها ومن اكتر حاجات اللي تكسر روح الغضب في البيت هي العبادة المستمرة البيت اللي احطانه فيها مزامير وفيها قانون روحي وفيها كتاب مقدس مفتوح والبيت اللي فيه الرشدة اللي احنا قلناها الرجال والنساء والاولاد والدائرة دية والاب اللي بيحط نفسه في الصوم والام في الصوم والصلاة يا رب طبعا انا حاسس ان الموضوع كأني لان انا عارف اللي بيدور في دماغي الاباء ايه دلوقتي كلام دايرتنا كنا عملناه وهم صغيرين لكن ولادنا خلاص بقوا مراققين الموضوع فلت من ايدينا ابدا مش حاجة متأخرة هو هو امس واليوم والابد موسى لما قصر لو حي الشريعة الله اداله اللي حين جداد لما ضرب الصخرة مرتين خد عقوبته انه ما دخلش ارد موعد بس ما دخلها بعد سنين في التجلي تاني الله ما عندوش ان الحاجة يعني الدنيا بازت وخلاص مش هنتفشل لان انا لا نفشل موسيقى